مرحباً أعزائي طلبات وطلبات التعليم الفني الصناعي الفرقة الأولى عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا كلكم بخير أهلاً بكم في برناميقنا التعليمي في بيتنا مدرسة رجعنا لكم تاني عشان نكمل المراجعات اللي احنا بدأناها الأسبوع اللي فات نهر ده ان شاء الله احنا هنعمل مراجعة على الكمبرازون of adjectives وهنعرف ازاي نعمل وكمان زي المرة اللي فاتت بالضبط هنحل إن شاء الله مع بعض امتحان كامل عشان نبقى تدربنا بما فيه الكفاية على الشكل الامتحان الأسئلة بتاعت الامتحان يلا مع بعض كده عشان وقت الحلقة نبدأ مع بعض الحلقة بتاعتنا هنبدأ بالكمبرازون of adjectives اللي هي مقارنة الصفات يعني ايه يا ولاد مقارنة الصفات يعني اننا بيبقى عندي حاجة مشتركة في نفس الصفة بس ممكن يكونوا متساويين في نفس الصفة وممكن يكونوا مختلفين في الصفة ممكن حد يزيد في الصفة شوية عن الحد التاني يعني مثلا انا لو معايا تو بنسلز دولت نفس مشتركين في نفس الصفات نفس الطول نفس الكالر نفس الماتوريال اللي معمولة منها البنسل بتاعي فلما هيجي اقارن بينهم همسك التو بنسلز كده مثلا واقول weighed in a penicillum is as tall as the pencil يعني الالم ده نفس الطول بتاع الالم ده طيب ده بالنسبة الالمين مشتركين في نفس الصفة نفس المقس نفس الطول نفس الماتوريال زي ما قلنا بس انا لو جبته الالم تاني معايا زي ده كده مثلا والالم ده مختلفين في الماتوريال مختلفين في النوع بتاعهم مختلفين في الطول يعني انا مثلا لما احطهم كده هقول الالم الرصاص ده اطول من الالم اللي هو الالم الجاف فكده مختلفين في الصفة انا لما يجي اجيب اعمل بين حاجتين مشتركين في الصفة لو هم في واحد ازياد شوية في الصفة عن التاني بعمل ايه بجيب الادجكتف نفسها الصفة واضف لها اي ار في الاخر وحط بعدها كلمة than ده بالنسبة للادجكتف اللي بتتكون من one syllable only يعني ايه one syllable only يعني من مقطع واحد بس يعني صفة قصيرة زي كلمة big tall small وهكذا اما لو عندي اجكتف لو عندي صفة بتتكون من more than one syllable من اكتر من مقطعين يعني الصفة دي طويلة شوية كده زي كلمة important طبعا انا بقولهاش مش هي قصيرة زي كلمة big او tall لا دي important هتلاقيها متكونة من ثلاث مقاطع زي كلمة interesting interesting متكونة من اكتر من مقطع طب دي بنعمل فيها ايه باخد الادجكتف تبقى الادجكتف عندي في النسب بجيب قبل منها كلمة more واجيب بعد منها كلمة than يعني لو اقارن بنحجة اقول more interesting than or more important than طبعا يلا نشوف الاكزامبلز اللي جايبينها معينا يلا نشوف الاكزامبلز اللي جايبينها معينا اه كلمة small طبعا دي من one syllable اه في smaller than اللي هو اصغر من اه زبايب الاكزامبلز اللي معيه زبايب is smaller than the wall البايب اللي هي الانبوبة اصغر من الول اللي هو الحائط ده بالنسبة للادجكتف اللي فيها one syllable اما الادجكتف اللي فيها more than one syllable my air conditioner is more important than دي هنا هي كلمة important هي more than one syllable فانا بقول more important than the fan طيب في حاجة تانية عندنا لازم نعرفها اللي هي irregular adjectives يعني irregular adjectives يعني اه صفات غير منتظمة مش مشي على النظام ان انا اضف لها er وارجع اعمل الحوار ده لا زي الصفات الغير منتظمة دي عندنا زي كلمة good الادجكتف بتاعها لما احطها في مقارنة صفات هتبقى bitter كلمة زي كلمة bad بتبقى worse اتغير شكل الكلمة نهائي for example على سبيل المثال عندنا كلمة steel steel اللي هو معدن الصلب يعني is better than aluminium افضل من الالمونيوم انا ما حطيتش هنا حطيتش كلمة good ما حتطلقاش ولا حطيت لها كلمة زين زي التانية لا انا بتغير شكل الصفة كلها وبنحط لها كلمة ذا طيب في حاجة تاني في مقارنة الصفات عايزيكو تعرفوها ان انا لو جات قبل منها وبعد منها بيجي بعد بيبقى معناها لدرجة لدرجة ان لا يعني ايه لدرجة ان لا يعني حاجة صعبة قوي لدرجة اني مش هقدر اعملها او مش هقدر اه اتحملها for example the box is too heavy for the boy يعني الصندوق تقيل جدا لدرجة ان الولد مش قادر يحمله او مش قادر يشيله the box is too heavy for the boy طب ده الجزء الخاص بمقارنة الصفات عندنا كمان حاجة تانية يا سنة اولى بتتكلم عن ازاي اعمل طلب مهزب طبعا في كزا صيغة للطلب المهزب انا جمعتهم لكم في شوية في شوية امثلة يلا مع بعض نشوفهم كده number one باستخدام كلمة would you mind would you mind دي معناها هل تمانع طب would you mind ممكن يجي بعدها الجيروند وممكن يجي بعدها if وسنتنس كاملة الجيروند ده اللي هو الفعل بتضاف له ing في اخر الفعل كده ضيفن له ing الاجزامبل اللي عندي would you mind if i pour your pen please هل تمانع انك تعيرني او تسلفني الالم بتاعك من فضلك او ممكن اقول would you mind lending me your pen please يبقى would you mind لو الجيه بعدها if هيجي بعدها سنتنس كاملة لو ما جاتش if هيجي بعدها الجيروند. عندنا برضو هنستخدم كلمة برو برضو ممكن استخدم معاها can او could. ممكن اقول could I borrow your pen please او can I borrow your pen please. برضو عندنا كلمة لند معناها يعير او يسلف برضو. كلمة اه لند مي يور واقولي الحاجة اللي انا عايزها. طيب بيجي ممكن نجيب please في بداية الجملة بتاعتي او في نهاية الجملة بتاعتي. فبقول please lend me your pen. من فضلك. سلفني الالم بتاعك او عرني الالم بتاعك. او lend me your pen please. وكلمة please هنا جت في النهاية. يبقى احنا كده رجعنا على اه ورجعنا على يلا مع بعض بقى نحل امتحان كده مع بعض كده ان شاء الله ونرجع في مجموعة اسئلة كبيرة هتعجبكم ان شاء الله هنحل امتحان كامل. احنا المرة اللي فاتت قلنا مواصفات الامتحان بتاعنا كانت ازاي? وقلنا الماركس بتاعتنا الدرجات بتاعتنا بنحصل عليها ازاي? النهاردة ان شاء الله هحل معكم امتحان تاني عشان نأكد المعلومات ونرجع كل حاجة تاني مع بعض. طبعا احنا قلنا الامتحان بيبدأ بعشر جمل اختيارات عليهم تين ماركس عشر درجات. نمبر ون وي سبيس وقلنا المرة في السبيس يعني مكان فاضي موبايل فونز ناو. وي طب ناو دي بقى بنتكلم في يبقى اول اجابة هستبعدها المدورة اول اجابة هستبعدها عندي كلمة هاد لان هاد دي في الماضي. طب وي البروناون وي ده بنستخدم معي هاف ولا هاز? مستخدم معي هاف يبقى كمان هستبعد من الاجابات كلمة هاز قدامي هاف وهافنك طب وي لو جاي بعد منها احد اشكال البرو تو بي اللي هي ام از ار وز وير انا ممكن استخدم هاف وطبعا وي بتاخد ار. طيب ممكن ااخد هاف. طب ما فيش هنا احد اشكال البرو تو بي بل رايت انسر بتاعتي الاجابة الصحيحة بتاعتي هتبقى كلمة هاف. وي هاف موبايل فونز ناو. نمبر تو. ماي اوفيس هاز سبيس and it is very cool. cool يعني بارد. طب الاوفيس بتاعي في ايه كده بارد? هل هيكون التليفون? video computer and air conditioner. ها اكسلانت برافو عليكم. هتبقى an air conditioner. نمبر سري علي space play football every friday. ودي شرحناها المرة اللي فاتت. وقلنا ان لما يكون الحد متعود بيعمل ان هو بيعمل الحاجة دي. بنختار used to. نمبر فور. we use a to cut wood. to cut wood يعني عشان نقطع الود الخشب. هل انا هستخدم الحمر ولا الجاك ولا النيل ولا السو. اكسلانت. هنستخدم saw اللي هو المنشار. نمبر فايف. the sea is 300 meters in. طب. in long wide deep deeps. طب احنا المرة اللي فاتت قلنا ان لازم طالما كلمة in عندي موجودة هنا. يبقى لازم ييجي بعدها النوين اللي هو excellent كلمة deeps. نمبر سيكس. a football space must be rectangular. طب. ريكتانجلر قلنا من كلمة rectangle اللي هي مستطيل. يعني مستطيل الشكل. ايه اللي بيكون عندي مستطيل الشكل? طبعا football land field roof shape. احنا اخدناها المرة اللي فاتت وعارفين ان هي اسمها football field اللي هو الملعب بتاع كرة القدم. فالاجابة عندي هتبقى كلمة field. number seven the mask is for your face. the mask. الماسك ده انا بعمل بي ايه? for excellent. for covering your face. طبعا احنا قلنا ليه covering? عشان احنا قلنا for بييجي بعدها الجيران. بيجي بعدها بيجي بعدها النوين الاس. متضفلوا ing. ما ينفعش اقول cover. ما ينفعش اقول الوقت. يبقى الاجابة عندي هتبقى covering. number eight. a space is used for hitting nail into wood. hitting nails into wood. يعني يدق المسامير في الخشب. طبعا الاجابة عندي هتبقى hammer or chasel ولا plane ولا vice. فالاجابة عندي هتبقى كلمة hammer. hammer اللي هو الشاكوش. number nine how space screws are there in the packet. فالانصر بتاعتي كانت there are five screws. there are five screws يعني عندي five اللي هما خمسة. ده بيتكلمني عن عدد. طب احنا قلنا عشان نسأل عن العدد. بستخدم ايه? excellent. بستخدم how many. how many معناها كامل العدد. طب معناها ايه? how much معناها كامل الكمية. how many بيجي بعدها countable noun. يعني اس بيعد. يعني ايه اسم بيعد? يعني هلاقي النون اللي جايلي الاسم اللي جايلي في اس الجامل. اما how much بيجي بعدها حاجة لا تعد. ايه الحاجات اللي عندي لا تعد زي ايه يا نيس? ممكن اقول مسلا كلمة rice sugar money. كل دي حاجات انا ما ينفعش اعدها خالص. فبتستاضي معي. لو بسأل عن مسلا كمية rice اللي عندي. الرز اللي عندي. فاقول how much rice. لو بسأل عن اه كمية الشجر اللي عندي. بقول how much sugar. الووتر مسلا. how much water. تمام? يبقى الاجابة عندي هتبقى how many. how many scrolls are there in the packet? there are five scrolls. number ten. where space at all times. where يعني يرتدي. هتلبس طبعا هنلبس الايه? overalls ولا nuts ولا matches ولا breaks. فالانسر بتاعتي excellent هتبقى overalls اللي هو البدلة اللي هي البدلة بتاعت العمال دي اللي هي البدلة اللي بيرتديها العمال. نيجي للسؤال التاني بيكون عندي بيبقى dialogue. يعني هنملى الفراغات اللي نقصة في التيبل ده. وقلنا ده عليه وقلت عشان احله لازم يا سنة اولى نقرأ الديالوج كله على بعضه. لازم اقرأ الديالوج كله على بعضه. وبعدين ابتدي اجاوب point point. نقطة 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 ابتدي اجاوبها معي. هنقرأ الديالوج النهاردة. الديالوج بتوين آآ ايمان اند نوها. الحوار بين ايمان وآآ نوها. ايمان عايزة تستعيير الكاميرا بتاعت نوها. ايمان قالت good morning. نوها how are you. ردت نوها عليها بالانصر بتاعتها بالاجابة اللي احنا لسه مش عارفينها. ايمان سألت سؤال. فنوها ردت بالانصر بتاعتها قالت ايه. yes you can borrow my camera. ايوة تقدر يتغذي الكاميرا بتاعتي. ايمان قالت لها thank you very much. فنوها ردت عليها. طيب يبقى انا الديالوج النهاردة عندي لذيذ وسهل جدا. حد بيقول لي good morning how are you. هارد اقول له good morning. i am fine thank you. مش عايزة اقول good morning. اروح اقيل. i am fine thank you. how are you. بيسألني كيف حالك. انت عامل ايه. فبرد واقول. i am fine thank you. طيب يبقى الانصر الاولى عندي هتبقى. i am fine thank you. في بعد كده الانصر جايلي. yes you can borrow my camera. طبعا ده يبقى هنا بنعمل اللي هو الطلب المهزب. طب كلمة برو اللي عندي هنا. وكلمة can. طب يبقى انا هسأل بكان. يبقى السؤال بتاعها هيبدأ بكان. طب. يو احنا قلنا يو في الاجابة عندي تحتها. بتبقى ايه في السؤال? بتبقى i. يبقى can i borrow your camera please. ممكن استعير الكاميرا بتاعتك من فضلك. فردت قايت لي yes you can borrow my camera. ايمان قلت thank you very much. طبعا اللي بيرد يعني محد يقول لي thank you very much. الرد الاكيد عليها برد وقول ايه? you are welcome. you are welcome. يعني على الرحب واستعقة وما فيش مشكلة يعني thank you. فالسؤال التالت بعد كده بيجي لي قلنا بيبقى passage. passage يعني قطعة. بيجي لي قطعة. عليها اسئلة. عليها وعليها. عليها اربع اسئلة اختيارات. وسؤالين او تلاتة. آآ بيبقى. القطعة بتاعتنا النهاردة. انصحكم برضو ان احنا لما نيجي نقرأ الباسج. قبل ما نقراها بص بص سريعة كده على الموجودة. وانا بقرأ القطعة. هرجع يعني هشوف الاجابات اللي مطلوبة مني ايه. وماسك البنسل بتاعي اقدر اعلم على الاجابات بتاعتي وانا بكتبها لان الاجابات بتبقى موجودة بالنص في الباسج اللي جاية لي. طب يلا نقرأ مع بعض الباسج وبعدين نشوف الاسئلة اللي جاية عليها. بيتكلم عن سنة 1950. المصريين ما كانش معهم phones. موبايل phones. they used the telephone in the post office. when someone in wrote a letter to a relative in Alexandria. it arrived after three weeks. when someone traveled by bus from Cairo to Alexandria. it took ten hours. they didn't have television then. ما كانش عندهم television. television وقتها. but they listened to the radio. بيسمعوا الراديو. today. بنتكلم بقى عن النهاردة الايام دي كنا بنتكلم في البوست. دلوقتي هنتكلم في البريز. today we use mobile phones a lot. we don't send letter. we send emails to anyone anywhere. بطلنا خلاص موضوع اللتر دي دي للجوابات. بقينا نبعت emails اللي هي رسالة الكترونية لأي حد في اي وقت. the email arrives immediately. الايميل دي انت بتعمل click كده على الموبايل بتاعك او على اللاب بتاعك بتلاقي الرسالة وصلت في الحال. the post from Cairo to Alexandria takes only three hours. زمان كان الباص بياخد عشر ساعت عشان يسافر من كايرو الاسكندرية. انما دلوقتي only it takes only three hours. we watch tv. بنتفرج عالتي في عالتليفزيون. listen to the radio. بنسمع الراديو. and serve the internet. وبنتصفح الانترنت. دي كانت البسج بتاعتنا. يلا مع بعض نشوف الكوستشنز اللي عليها. choose the correct answer. اختار الاجابة الصحيحة. in nineteen fifty Egyptians went to the space to call relatives. relatives اللي هما الاقارب. انا عشان اتصل بالاقارب بتاعتي او عشان اوصل الاقارب بتاعتي. كنت بروح فين? طبعا الكلام ده كان زمان. هل كنت بروح السنمة? ولا ال hospital? ولا ال post office? ولا ال play ground? كنا بنروح لل post office اللي هو مكتب البريد. number two. in nineteen fifty Egyptians had television, internet, radios, mobile phones. ها? طبعا في الوقت ده ما كانش فيه الا ال radios. ما كانش فيه television اللي هي سنة الف سنة وخمسين. ما كانش فيه television. ما كانش فيه انترنت. ما كانش فيه mobile phones. بس كان فيه radios. number three emails are space letters. اليميلز هو هنا بيعمل لي مقارنة اللي احنا لسه شرحينها يا اولاد. بيعمل لي مقارنة بين الايميلز ومقارنة بين الليترز. الايميل والليترز ده. هل هم مشتركين مع بعض في صفة معينة نفس السرعة مثلا? لأ هم طبعا مش مشتركين في نفس الصفة. فانا هستبعد من الاجابات بتاعتي. as adjectives اه 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 هستبعد اللي هي اه وبعدها الصفة وبعدين ايز دي. انا هستبعد من الاجابات عندي number c ونمبر d. طب. فيه faster than وفيه slower than. faster than يعني اسرع من. وسلور زان يعني ابطأ من. طب. بالنسبة للايميل slower than ولا faster than? اكسلنت. faster than. يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى faster than email or faster than letters. number four the underlined word it. refer to. طبعا كنا وإحنا بنقرى ال passage فيه تحت كلمة ال pronoun it دي موجودة line. موجود تحتها خط. ودي حاجة لازم ناخد بالنا منها واحنا بنقرأ ال passage. ان لو جات لي passage ولقيت بسيط لقيت pronoun معين كده محطوط لي تحت line. محطوط لي تحت منه خط. اعرف ان هيسألني في الاسئلة عن الكلمة دي او ال pronoun ده بيعوذ على مين? او يقصد بمين? فاحنا كان عندنا ال pronoun it تحت line في السنتنس. طيب. the underline word it refer to. كان بيشير على ايه? alexandria letter cairo telephone. هو كان بيشير لما كان بيتكلم عن letter بيقولك لما كنت انت بتبعت letter لحد من قريبك زمان. كان بياخد وقت حوالي 3 اسابيع. فكلمة it كانت refer to letters. يلا نشوف ال wh question مع بعض. answer the following questions. did اجيبشيانز have mobile phones in 1950? هل المصريين كان عندهم mobile phones سنة الف تسعمائة وخمسين? بابوا عليكم. طبعا الاجابة عندي هنا هتبقى no. ده مش wh question فالاجابة عندي هتبقى يا اما yes يا اما no. بس هي كانت no they didn't. number six how long does the bus take from كايرو to alexandria today? today يعني اليوم. البس بياخد من القاهرة الاسكندرية كام? excellent. it takes only three hours. it takes three hours only. يعني five sentences. the five sentences دولت قلنا بيبقى معاهم آآ last word من فوق خالص فيه listة من الكلمات موجودة. انا بختار من الكلمات ديت وآآ اجاوب بيها الخمس جمل اللي هم نقصين عندي كلمة تحت. هنقرأ الكلمات الاول وبعدين ان شاء الله نحل كل سؤال ونشوف الكلمة المناسبة لكل سؤال ونكتب الايجابة. number one جايب لي knife بعدها volume conditioner pull tire height again. دي الكلمات اللي هو اجابها لي. يولا نقرأ مع بعض اللي هو اجابها لي. my office has an air space and it is very cool. قلنا very cool يعني بارد جدا. ايه اللي بارد جدا? bravo عليكم كلمة air conditioner. يبقى air conditioner هو اللي بيبقى very cool. number two the space is made of leather. leather قلنا اللي هو الجلد. الكلمات اللي موجودة عندي فوق ايه الكلمة اللي بتتصنع من الجلد? bravo عليكم كلمة pull. pull اللي هي الكور. number three the car can't go. the وفي space is flat. ها العربية مش مش هتمشي يعني او مش هينفع تمشي. the is flat. احنا قلنا ايه اللي بيكون flat? flat يعني بالبلد دي كده على الجانت يعني. ايه اللي على الجانت عندنا كده? بيبقى excellent bravo عليكم كلمة tire. tire اللي هو الاطار بتاع العربية. العجلة بتاعت العربية بتبقى flat يعني هي ايه? نايمة كده يعني. number four you can cut a rope with a. cut a rope يعني نقطع الحبل. نقطع الحبل بايه? ايه الكلمات اللي موجودة عندنا ينفع نقطع بيها الحبل? لو بصينا في الكلمات هنلاقي كلمة knife. knife اللي هي سكينة. وكلمة knife بتبدأ بحرف الكي. والكي هنا ده silent litter يعني حرف ساكن. يعني ايه يميس حرف ساكن? يعني حرف يكتب ولا ينطق. بنكتبه في الكلمة بس ما ما بننطعهوش يعني بيتكتب في الكلمة بس ما بيتنطعش. هو بيبدأ بحرف الكي بس احنا بنقول knife. محدش يقول لي كيف الاول يميس فين الساوند بتاع الكي? لا. الكي هنا silent. يبقى we can or you can cut a rope with a knife. number five. I'm sorry. could you say that? وفي space please? انا بعتزر عن حاجة يبقى الحاجة دي انا ما سمعتهاش كويس. انا بعتزر. could you say ممكن تقول ده هتبقى that? bravo عليكم هتبقى again. I'm sorry could you say that again please? ده كده السؤال الرابع وده بيبقى سهل جدا زي ما قلت لكم لان الاجابات يعتبر موجودة قدامي. مش هالط في بتاع كلمة. ولا هعد افكر اجيب الاجابات منين? ولا ايه الكلمة المناسبة? هو اجيب لك كلمات مناسبة. وانت بتختار الصح منها. number five. وده اللي بيبقى تقيل عليكم شوية. بس والله يعني اللي بتدهلنا بتسهل علينا الموضوع كتير. بيجيب لي two paragraphs. paragraphين? اه اتنين واحنا هنختار منهم واحد ونكتب. بيجيب لي لكل paragraph. يعني كل paragraph بيجيب لي كلمات ارشادية. كلمات بترشلني عشان اقدر اكتب ال paragraph بتاعي. يلا نشوف two paragraphs اللي معنا. ونشوف هنختار انهي واحد نكتب فيه او استهل علينا. انا طبعا كتبه two paragraphs. مجهزها لكم two paragraphs. عشان اه الاتنين انا قادر اكتهم طبعا. انتو تقدروا السهل اللي عليكم في في الكلمات. السهل عليكم في كتابة الجملة. انت بتختاره وتكتب فيه على قد ما تقدر. طبعا ما يكونش الا عن 60 كلمة. لان ده شرط في كتابة ال paragraph بتاعنا. وده ما كتوب قدالنا في title فوق. في العنوان بتاع او في رأس السؤال بتاعنا فوق. موجودة هون اقرامها مع بعض. write a short paragraph of about 60 words. حوالي 60 كلمة. on one of the following. في واحد من اللي قدامنا ده. the two paragraphs بتاعنا واحد عن the uses of tools اللي هو استخدام الادوات. واحد عن the hour workshop اللي هو الورشة بتاعتنا. بيتكلم عن الورشة. هنشوف the guiding words في كل واحد. ونقرأ the two paragraphs مع بعض. اول حاجة safety وفيه بروتكتينج. ده في سنتنس مع بعضها. فيه سكرودرايفر. وفيه ترنينج سكروز. وفي تايتنينج ناتس. وفيه بولتس. وفي بلين. وفيه ووود. وفيه صوفت. وفيه اه درينج هولز. وفيه درينج هولز. ده بالنسبة للي uses of tools. طيب. التاني اللي هو الاول workshop. بيتكلم. جايب لي ال guiding words كلمة clean. كلمة long. كلمة wide. high. floor. concrete. concrete اللي هي الخرصانة. tools. ادوية tool boards. cabinet. وفلور. انا كتبة two paragraphs هنشوفهم مع بعض وهنقراهم كويس. براكراف الاول اللي هو بتكلم عن uses of tools. هنقرأ مع بعض التكست اللي احنا كتبينه. tools are very important in our life. we usually use tool at home and at work. we use safety googles for protecting our eyes. safety googles احنا عارفنا اللي هي النظارات اللي هي بتبقى في الورش والحاجات دي عشان تحمي عينينا من بتاعت الفاير اللي هي الشرارة بتاعت النار والحاجات دي اللي هي بقى فيه لحام او فيه اي حاجة. فبقى لبس السافتي جوجلز اللي هي النظارات الوقائية. we use a screw driver for turning screws. the screw drivers ده اللي هو المفكات عشان نفك المسامير والحاجات ديت. we use spanner for tightening and losing nuts and bolts. الصواميل والمسامير اللي هي الكبيرة دي بستخدم لها ال spanner عشان اربطها او افكها. we use a plan for making wood. بستخدم اللي هو اه قلنا الفارب بتاعت النجار المرة اللي فاتت عشان اه making wood soft عشان اخلي الwood ناعم عشان اخلي الخشب ملمسه ناعم. we use a drill for making holes in wood metals or walls. الدريل اللي هو شنور بستخدمه عشان اعمل اه حفر كده صغيرة كده في الwood الخشب او المتل المعدن او الwalls اللي هي الحواط. we use hammer for hammering nails. بستخدم الشاكوش عشان ادق المسامير. we use a saw for cutting wood. بستخدم المنشار لقاطع الاخشاب. دي طبعا طول زي كلنا بنستخدمها. ممكن تستخدمها في البيت. ممكن تستخدمها في الwork بتاعك. يعني اه مهمة جدا طبعا في حياتنا. in our houses في منازلنا او in our works في اعمل. نيجي للبراجرافز التاني اللي بعد كده. اللي هو بيتكلم عن our workshop. our workshop قلنا اللي هي الورشة بتاعتنا. الورشة اللي بنشغالين فيها. عايز تعمل ليها description وصف. قد وصفها طولها قد ايه عرضها قد ايه. مش عارفة ارتفاعها قد ايه. الارض بتاعتها بتصمع من ايه. فيها آلات ايه. فيها ادوات ايه. هيبقى description عادي للworkshop بتاعتنا. يلا نشوف احنا كتبين فيه النهاردة. our workshop is ten meters long. الworkshop بتاعتنا. اللونغ بتاعها الطول بتاعها عشرة متر. six meters wide والاتساع بتاعها او العرض بتاعها ستة متر. and four meters high. والارتفاع بتاعها اربعة متر. the floor of the workshop must be made of concrete to prevent sparks from starting fire. بيقول لنا ان الارضية بتاعت الworkshop بتاعتنا لازم تبقى من الكونكريت. قلنا الكونكريت اللي هي خرصانة. عشان تمنع اللي هي الشرارة اللي بتطلع من النار دي ان هي تعمل fire. ان هي تعمل حريق. the tools are on the tool board. المكان اللي بتحط فيه tools. the cabinet is on the floor. we must follow the safety rules in the workshop. لازم نتبع اه قواعد الامان في الworkshop بتاعتنا. ايه هي بقى قواعد الامان دي ان انت. the mask for protecting our faces. نلبس الماسك كده عشان نحمي ووشنا يعني وواجهنا. then uh rubber put protect our feet and legs. rubber put اللي هو الحزاء المعمول من المصنوع من ال rubber المطاط. عشان يحمي feet اللي هي الاقدام بتاعتنا. والفيت دي طبعا جمع foot. foot يعني قدم واحد. الجمع بتاعها feet. and legs اللي هي الارجل. the gloves protect our hands. الجلافز اللي هي الجوانتي بيحمي ايدينا. the apron protect our body and arms. apron اللي هي زي المريالة كده او زي الافرولز ده كده بيحمي ايدينا وبيحمي بيبقى الجزء الفقين كده بيحمي الايد وبيحمي البادي. safety rules are very important for us in the workshop. safety rules اللي هي قواعد الامان. مهمة جدا في الوركشوب بتاع. ده كان بتاع الوركشوب انا شايفيه سهل جدا وبسيط. طبعا بيعتمد على حفزك انت للبوكاب. ازاي تتكون جملة آآ كويسة في الانجلش. الكلمات مهمة جدا. وانا قلت لكم الاسبوع اللي فات. لو اخدنا كل يوم واحدة بس. يعني الاسبوع اللي فات للنهاردة فاحنا المفروض يعني المفروض ان احنا خلصنا البوكاب بتاعة المنهج بتاعنا كلنا ورجعنا عليها كويس. السؤال اللي بعد كده. number six read the text then complete the table. وانا قلت السؤال ده بيبقى بيجيب للتكست وبعد التكست فيه تيبل فيه جدول. طب الجدول ده مطلوب مني في ايه? مطلوب من انه حلو. مطلوب مني فيه معلومات انا هكتبها. قلت لك برضو نقرأ تيبل ده الاول وبعدين نرجع تاني للتكست. عشان برضو انا بقى اقرأ التكست بيبقى معي البنسل بتاعي لقلم الوصول بتذكر الاجابات اللي مطلوبة مني اعلم عليها بالبنسل بيسهل علي طبعا موضوع الحل. فانا هجيب التيبل معاكو دلوقتي نقرأ التيبل الاول وبعدين نرجع له التكست بتاعي. التيبل بتاعي عايز عايزني اجاوب على ايه? على فوتبول فيلد اللي هو اللي احنا قلنا عليه ملعب كرة القدم. الشيب بتاعه بيبقى ايه? طب. عدد اللي هي منطقة الجزاء فيها كم واحد الفوتبول فيلد ده فيه كم منطقة جزاء? طب اللي هو الطول. الطول بتاع البنالتي اريا. قد ايه? number four the weight of the ball. وزن الكرة بتاع القدم بتبقى قد ايه? كده انا عندي اربع معلومات وانا بقرأ هحاول اطلع الاجابات بتاعتي من التكست. نقرأ التكست مع بعض تاني بقى. يبقى دي اول اجابة عندي. لان كلمة ريكتانجلر اللي هو مستطيل الشكل. وقلنا كلمة ريكتانجلر من كلمة ريكتانجل اللي هو مستطيل. يبقى دي اول بوينت عندي في الجدول هتجاوبها هتبقى كلمة ريكتانجلر. for the international matches the maximum length of the field is 110 meters and the maximum width is 75 meters. there is a goal at each end of the field. يبقى في عندي منطقة مرمى في نهاية كل يعني نهاية الفيلد اللي هو الملعب من يعني فيه اتنين اتنين منطقة للجول يعني فيه مرميين يعني. each goal is about seven point three meters wide and two point four meters high. each side of the ball field has goal area and penalty area. يعني كل side في goal area وفي penalty area. طيب انا عندي two goal area وعندي two penalty area. يبقى دي البوينت التانية اللي مطلوبة مني. the goal area is rectangular and has a length of approximately eighteen meters. the penalty area. وده جزء المطلوب مني رقم ثلاثة. the penalty area is also rectangular and it's it approximately forty meters long. يعني المنطقة بتاعت الجازيات دي هو كان عايز اللنس بتاعها. اللنس بتاعها كام? بقول لي approximately يعني تقريبا اربعين متر طول. the ball is made of leather. it's four hundred fifty four جرامز. وده الوزن بتاع كرة القدم. يبقى دي الاجابة الرابعة عندي في التابل. يلا نشوف التابل مع بعض بقى. اهو. the shape of the football field. احنا قلنا يعلمنا طبعا انا قلت ببفق ادينا البنسل وبنعلم على الاجابات. ال shape بتاع football field احنا قلنا ان هو rectangular اللي هو مستطيل الشكل. numbers of penalty areas. عدد ال penalty area اللي هي منطقة الجزاء. فاحنا قلنا two penalty areas اللي هما اتنين. طبعا. length of the penalty area. بالنص برضو موجودة عندي. it is الخدم. can it's four hundred fifty four grams. السؤال اللي بعد كده. translate into Arabic. translate into Arabic يعني هنترجم للغة العربية بتاعتنا. بيجيب لي سري سنتنس سنة اولى وبيطلب مني اني اه اترجم الثلاث جمل دولت. للأسهب. يعني المفروض اني هترجم الثلاث جمل دولت. from English to Arabic. طبعا اسهل انك تحاول طبعا من انجليش لعربي. يعني يعني انا متحيالي ان هي بقى اصعب عليك ان انت تحاول من Arabic لانجليش. فالترانسليشن from English to Arabic بتبقى اسهل كتير من Arabic to English. معي النهاردة three sentence بيجيلك في الامتحان three sentence وتجاوب على three sentence. غير العربي بيجيب لك اتنين تختار منهم واحدة وتحلها. يلا مع بعض نشوف three sentence اللي معنا. number one you mustn't smoke in the workshop. طب يلا كده كلمة كلمة مع بعض كده عشان ما تبقاش الموضوع صعب علينا. you mustn't ده هنا بينصحني. وبيلزني ان انا اعمل ايه? او ما عملش ايه? smoke. smoke يعني يدخن. يشرب سجاير يعني. in the workshop. احنا قلنا workshop اللي هي الورشة. الورشة اللي انا اشغال فيها طبعا بيبقى فيها الات وفيها كهربا وفيها ممكن جازز وفيها حاجات كتيرة فانا ما ينفعش ادخن فيها. فهذه تبقى الاجابة بتاعتي او الترانسليشن بتاعتي يجب الا تدخن في الورشة. ما ينفعش ندخن في الورشة. number two if you touch this bar cable you will get an electric shock. if you touch كلمة touch يعني يلمس. this bar cable اللي هو السلك الكهرباء مش متغلف كويس او اللي هو العريان يعني السلك ده مقطوع او الكهرباء آآ واصلة فيه آآ بيقول لي you will get an electric shock. طبعا السلك المكشوف ده اللي هو العريان ده. انا لو لمسته ايه اللي هيحصل لي? you will get an electric shock يعني هتحصل لي صدمة كهربائية? هتكهرب. فالاجابة بتاعتي هتبقى لو تلمس السلك المكشوف او ان تلمس السلك المكشوف سوف تصاب بصدمة كهربائية. يعني هتكهرب يعني. number three switch off the machines before you leave the workshop. طبعا switch off معناها يطفي او يغلق. وعكسها طبعا switch on اللي هو يضيء او ينور يعني لو قلنا switch on يعني بيفتح الدوق. switch off the light يعني يغلق الدوق. يبقى switch off بتاعها العكس بتاعها switch on. هنا بيقول لي switch off the machines. machines اللي هي الالات. يعني اغلق الالات. before you leave the workshop قبل مغادرة الورشة. طبعا انا واحد هامشي هتسيب الورشة بتاعتي مش هتسيب الالات دايرة ولا شغالة. فانا بعمل ايه? switch off. بقفل الالات. فالاجابة بتاعتي افصل الالات قبل ان تغادر الورشة. قفل الالات بتاعتها اطفيها قبل ما تسيب الورشة وتمشي. نيجي بقى للترانسليشن البعض كده اللي هي الترجمة translate into English. وقلنا ده بيجيبلي two sentence بيجيبلي two sentence in Arabic. بيجيبلي جملتين بالعربي. وانا بختار السهلة فيهم وحلها. انا بختار الجملة السهلة علي. اللي عارف البوكاب بتاعتها كويس. اللي اقدر اجمعها كويس. وعمل write sentence منها. واروح حالي الجملة السهلة اللي انا اخترتها. طبعا انا قدامي هنا جملتين. هحل معاك الجملتين برضو. بس انت زي ما قلت لك في الامتحان بتختار السهلة بنسيلك وترجمة. رقم واحد بيقول لي علينا اتباع قواعد الامان في كل مكان. طبعا الكلمة المهمة عندي في الجملة هنا كلمة قواعد الامان. احنا قلنا قواعد الامان اللي هي ايه? برافو عليكم. سيفتي رولز. سيفتي رولز اللي هي قواعد الامان. وعلينا اتباع تبقى we must. زي السنتنس اللي عدد. we must. يجب ان. يبقى we must. فولو. فولو اللي هي اتباع. يجب ان نتبع. سيفتي رولز افريوير. يجب ان نتبع آآ قواعد الامان او قواعد الامن في كل مكان. طب. السنتنس اللي التانية اللي بعدها. بيقول لي يستخدم المطاط في صناعة الاطارات والقفازات. طب المطاط اللي هو الربر. في صناعة اللي هي الصناعة اللي هي الميكينج. طب الاطارات اللي هي اطارات السيارات يعني من العربيات وكده. دي اللي هي التايرز. القفازات اللي هي الجوانتي. الجوانتي ده اللي هو الايه? اللي هو الجلافز. يبقى انا هكون الجملة بتاعتي ازاي? هقول وكلمة فورة هي تجبنا بعدها الجيران زي ما قلنا بيجي بعدها النون الفعل متضف له ing لما بضيف لي الفعل ing بيبقى بيتحاول لنون وده بيكون اخر سؤال معنا في الامتحان يبقى كده الامتحان بتاعنا سهل جدا وما خدش معنا وقت في الحل انا طبعا مجهزة لكم بقى طبعا شوية اسئلة تاني بعد الامتحان شوية اسئلة كلها choice اختيارات اتمنى كده ان شاء الله ان هي برضو ايه تعمل refresh للبوكاب بتاعتنا لحصيلة الكلمات اللي عندنا يلا نشوفها مع بعض بس يعني طبعا احنا زي ما قلنا كده من نهاية الامتحان بتاعنا كان translation يلا نشوف مع بعض بقى دي اسئلة اضافية تانية choice هنحلها مع بعض برضو عشان نعمل refresh للبوكاب بتاعنا يلا مع بعض كده نشوفها choose the correct answer from a p c or d اختار الاجابات الصحيحة من a او p او c او d number one would you mind not وفي space please احنا قلنا واحنا بنعمل would you mind يا اما يجي بعدها if يبقى هتيجي sentence كاملة يا اما هيجي بعدها الجيرند اللي هو ال verb نضاف له ing طب would you mind not يعني هل تمانع الا دي كده sentence بتاعتي طب في اف جت بعد مني بعد بعد اللي sentence دي جتلي كلمة اف لا ما جتش يبقى وانا مغمض عيني اختار الجيرند هتبقى smoke ولا smokes ولا smoke ولا smoking ها اكسلنت برافو عليكم الانصر بتاعتنا هي number d هتبقى would you mind not smoking please number two it is not وفي space it is bent طبعا كلمة bent دي يعني ايه برافو عليكم يعني كلمة bent دي يعني محنية حاجة مش straight كده حاجة محنية طب الوبزت بقى بتاع بنت ايه انا لسه ايليها الوبزت بتاع بنت هتبقى برافو عليكم هتبقى straight straight يعني مستقيم وعكسها bent اللي هو محني او متني طب it is not space it is bent هل هتبقى straight ولا street ولا titan ولا lose excellent برافو عليكم هتبقى كلمة straight number three we can switch a tv on and off يقصد هنا switch on switch off by using انا اقدر افتح التلفزيون واقفله باستخدام using وفي space control control ها كلمة ايه اللي بتجي مع control for near remote close ها برافو عليكم هتبقى كلمة remote control طبعا كلنا عارفينه ونستخدمه عشان ندفل التلفزيون او اه نشغل number four a وفي space has four wheels wheels دي اولا دي يعني ايه wheels يعني عجل او درجات العجلة بتاعت العجلة بتاع الاطار بتاع العربية هل انا ايه اللي عنده four wheels هل هي الكار ولا البايك ولا البايسكيل ولا الموتور بايك ها طبعا البايك والبايسكيل اللي هم العجلة بتاعت الاطفال دي طيب اه الموتور بايك اللي هي الدراجة البخارية انما الكار اللي هي العربية احنا عارفين ايه من فيهم اللي عندها four wheels برافو عليكم هي كلمة car car اللي هي السيارة العربية بتاعتنا هي اللي عندها four wheels number five a computer has an الكمبيوتر بتاعنا في ايه في بول ولا adapter ولا blade ولا socket طبعا مش عايزة مش محتاجة منينا تفكير طبعا فيها adapter اللي هو المحول القهربي بيبقى موجود جوه جهاز الكمبيوتر نفسه number six to make a shelf عشان نعمل shelf وshelf يعني ايوا يعني rough shelf يعني rough you have two you have two يعني انت مضطر لي space holes in the wall holes قلنا حفر او اماكن للمصامير كده بتعملها في الول طب احنا بنعملها بنعمل لها ايه بقى عشان اعمل اه holes في الول دي بعملها ازاي read عليكم you have truth عليكم you have to drill you have to drill يعني بتعمل holes او تعمل لفتحات طبعا باستخدم للدررب اللي هو يهيه الشنيور باستخدم الشنيور عشان اعمل holes في الول بتاعتي number seven when you warm water to 100 سلازيس. لما بنسخن المية عندي مية درجة. ايه? طبعا دي محتاجة مننا نعمل اه مراجعة كده للجرامر بتاعتنا. احنا قلنا ان انا لما بستخد بتكلم عن فاكتس يعني حقائق حقائق علمية. بستخدم البرازنت سيمبل. احنا قلنا البرازنت سيمبل بستخدم فيه التصريف الاول للفعل. طب التصريف الاول للفعل هل مع كل البرونانز? مع كل البرونانز? مع كل الدمائر? لأ. احنا عارفين ان مع الدمائر اي وي يو ذي بناخد الفرب زي ما هو. ببضيفلوش اي حاجة باخد التصريف الاول للفعل زي ما هو بدون اي اضافات. بس مع الدمائر هي وشي وات انا مضطر اضيف للفعل اس او اس او اي اس. انا مضطر اضيف للفعل يا ام حرف الاس اي اما اضيف الاس اي اي اما اضيف الاس. طب انت اضيف الاس ياميس? الاس مع كل البربس. معدد. معدد الفربس مهين اللي هي بتنتهي باس او اس اس او اس او سي اتش او سي اتش او 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 اكس لو جيفر بعندي بيمتهي بواحد من النهايات دي فانا بضيف له اي اس بضيف له حرف ال اي وحرف الاس مينفعش اضيف له الاس بس امت اضيف ال اي اي اس لو انتهى الفعل بواي مسبوقة بحرف ساكن ويدروب واي بنحذف ال واي ونضيف اي اي اس يبقى الاجابة الصحة عندي هتبقى كلمة بولز هتبقى فل ات بليز يعني املاع نمبر ناين والاخيرة طب الالومنيوم ده عندنا فعلا هو ميتلز فالاجابة الصحيحة عندي هتبقى كلمة ميتلز طيب كده احنا خلصنا الريفجين بتاعتنا النهاردة رجعنا على الكمبارزن ورجعنا على البرائت ريكوست حالينا متحان حالينا شوية اسئلة شويس بعدها كده وقت الحلقة بتاعتنا انتهى الحمدلله والاسئلة بتاعتنا خلصناها النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر